بشراحة الراحل هو واحد من الناس اللي كانوا تتبعوا عن أخلاق عالية إنسان فنان في طراز من الطراز الرفيع ومتواضع جداً كان صديق الجميع صديق الكل اللي تيبغي مصطفاتي تتكلم معاه كان رجل مكتر رجل يعني كان فنان على مستوى يعني العالمي وكذلك كانت يحضر بالاحترام من جميع الساكينة اللي موجودانا رجل اللي اختار أنه يعتزل في صمت يعني العزلة كانت عنه في صمت لأنه بعد ما تخلوا عليه العديد من المخرجين وكذلك من المنتجين فهو اختار أنه يبقى أنه تعتفض بهذه الفكاة والنكتة ويعتفض بالفلم ديالو الأصدقاء ديالو لكنا يومياً كنا احنا وناس منهم لكنا يومياً تنجل السبعة المرحوم هو بصراحة تأثر بشكل كبير لما توفات زوجة ديالو وبعدها توفل ابن ديالو تأثر بشكل كبير وبقيت يعيش يعني تقريباً مع بنته هنايا ولكن هو كان دائماً عنيق جداً يعني عنده أحد أنق عالية مستوى أنيق وكان دائماً لما تتكلمه تقول لك الحمد لله بخير وعلى خير تسورة الصحة ديالو تقول لك الحمد لله الصحة دائماً هاي موجودة وأنا موجود وإن لله وإن إلي رجعه أخياني مش نشو سبب الوفاة ديال الراحل يعني تأثر بشكل كبير يعني تأثر بشكل كبير أنه توفات زوجة ديالو كان صديق له كتير كان علاقة كبيرة بينه بنا وكذلك كان الإلين ديالو أكثر عليه فكان ننبل الأشياء اللي هي أكثر تسحة ديالو حتى أنه وصلوا عن المرحلة اللي يولدين تسبيبه لأنه تتقلم في الصمت يعني كنا كنا نشوفهين دائماً يعني كيتردد على هذا المقهى لكي يعني الخلف ديالنا ولكي راجل نكساه وحنا أبناء الحقيق نعرفوه المقهى هذه ولو المقهى التانية كان دائماً موجودة فيهم لأنه كانوا يعتبروه واحد من الأب روحي للفن المغربي فكان عنده أصدقاء تيجيوا باش يستنسوا به ويهضروا معاه ويتكلموا معاه واش غادي نقول لك اختاروا الله في هاليوم يعني يوم كبير وكنا نتمنى أن يكون بيننا هنا في المنزل اللي 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 لا يكونش في المستشفى على أساس حتى عملية الوداعة تكون عندها قيمة كبيرة وروحانية كبيرة والحمد لله هو واحد رجل اللي خير اختاروا الله إنسان طيب إنسان متميز إنسان اللي بصراحة الله يعمر هذا جار ونعمة جورة مقدر نقولوا لأن الحي المحمدي أو الساحة الفنية يعني فقدات هرم الأهرامات يعني الرجل يعني الخدوم كيدي يعني الساحة الفنية المغربي يعني فقدات واحد من الأهرامات لفن المغربي وكذلك أن هاد هو يعني السمسطفى الله يرحمه كان من الناس اللي عندهم أخلاق عالية كانت هاد أخلاق العالية دياله كانت تدخليه تزادوا الناس ما تتشبوت به ومسكين يعني بصراحة واحد رجل طيب وكان أنيق جدا دائما يتشوفوا حال الأنقة كبيرة وكتشوفوا حالي أحساس كبيرة روح كبيرة عالية ينتمنوا من الله تحالي وانه تعالى يتغمروا برحمته ويجعلوا من الصديقي لأنه وحد الإنسان الذي صراحة فقدته وصحة الفنية فقدوه الجيران دياله وفقدوه الأبناء دياله لهذه البنت دياله بسكينها يعني هي متعتيرة جدا بالوفاة دياله يعني الرجل يعني مؤخرا اختار العزلة اختار يعني أنه يكون وحيد يعني ما يعني لم يعود اجتماعي بشيء كبير يعني واتشي شتون كما كأبناء الحي أكيد لأنه تتعرف بأنه لما تتكون واحد فنان كبير وتيكون عندك واحدة شعبية كبيرة وعندك واحدة قاعدة جماهرية كبيرة تيجي واحد الوقت التي تتخلو عليك بعد المحاور الأساسية مثلا كمخرجي كمخريجي 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 تتخلو عليك هالناس هادو تتحس بالغبن لأنه كان طاقة يعني متميزة وكان مازال عنده ما يعطيه ومازال عنده ما يقول لأنه هو من طينات المتقافي الفناني المتقافي ليس من طينات المتقافي لي فكان متقاف عنده واحد من الكاريزما وعنده واحد شخصية والحمد لله أنه يعني توفى وهو في كامل قوىها العقلية وكذلك أنه عنده واحد حب كبير من طرف الناس كاملين الموجودين هنا ولحتى الساحل فنية لأنه فقدت واحد من الأهرامات المتهمية مؤخرا أني شفنا طاليس وفكاين الشباب يعني شفتوا ليه وفي هذه المتقاف الضوش يعني أنا شفتوا شخصية كانوا أنه ممكن تذكره وقليل اللي عرفت الخديس أكيد قليل لأنه هما كانت عندهم واحد انتفاتها وشكل هما بش ناس عرف الإخوان الفنانة اللي كانوا خصصا للحيم محمدي وبعد الفنان المرمقين كانوا غيروا له واحد تكريم وغيروا له انتفاتها لتقيق بالقيمة دياله ويخرجوه من هذه العزلة التي أحس بها لأنه مؤخرا مؤخرا الأعمال في النية دياله لتقليلها وكذلك كل الأعمال اللي كان يمكنني يعطي فيها إضافة فمنظن أنه تخلّوا عليه في واحد الوقت اللي ما كانوا شي تخلّوا عليه وهذا هو المشكلة للفن المعيبي لما تكون عندك العطاء تكون أنت مرغوب فيك ولكن لما تتحول هذا الشرس هذا إلى يعني شمال عزلة فبالتالي تحس بأن الظلم ديال داو والقربة والساد يعني البركة فرزكم فيما يخص الوفاة يعني الهرم من أهرمات الفكاهة في المملكة المغربية اللي شوش تقولون على الراحل ومشو ما يعني ابناء المنطقة جار جار هنا وصدق كان صدق الجامع وجيل الكبر منها جيل جيل سينما وفنان كبير على الساحة الفنية والساحة خارج الوطن داخل الوطن خارج الوطن كذلك كان شخصية قوية وكرمة ومتمنى الوزر التقاط التفاة الممتبين يكون عايش يكون توفو عن قرب وتسير مشاكل دياله وكان كوبي دي فرح السكال الفرح المغرب حتى وقيت دي كان كهيدة السعادة على شفاة كانوا تابعوا الزرام ماذا أخر اللقاء 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 حكم أنك انتظر أسبوع باش كان يتواصل مع الناس وكان يأخذ صور مع الناس نحن كان عاربوه كان يبجاز بشعبية قضولة كبيرة كان واصل لدي معالف كتير عمرو كان يخل للناس كان إنسان متواضع شيء كبير كان دائما يتردد على المقهى القرب الحي دائما وكان يلتاق صور مع المرة ومع الساكين كان عنده كان اجتماعي كان كان خالق كان 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 طبيعا كان كان إنسان اللي أعطى الشيء كتير للمصرح الحي كذلك نتكلم على الجانب المصرح الحي وما أدراك ما مصرح الحي والأعمال كبيرة أجيال أجيال أخذ وخذ بي عيب رابش أنه تفيد أب روحي كان أب روحي كي كي تعمل شخصية كتير من وعلى كتير كتير كتشوفوا المؤخرا إختار العزلة وإختار أنه يكون بوحضو وشنو السببب لخلي قليل ظهور كذلك كان عميل السيني كان عميل أنه قلب إذا أعود كي 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 كم ولكن يعني الراحل كان لازال في جعبته الكثير يعني أخلاق دياله كان قريعة دياله الدحكة دياله ما أخ لازال مصباح للسيني مع بارز أمور أتو ناس جزائي مغرب مصر في مبشا كان قدر نقول أن وفاة هرم الأهرامات كذلك يعني تساقط الورقة يعني الفنانين الكبار الفنية هرم وشي ترب للجيران ولا للأصدقاء وان كيف ترب كامل ساحة ثانية فقط ساحة فنية هرم هرم صحي وكان من الساكن المزيان يعني معروفين الودود كده يخد صور مع الجميع عمره كان كيش كيش شنو الشي اللي بقى الكراس خليك في الديهن ديالك يعني معامنة أو شيء من هذا القبيل يعني كان بينك و بين الراحل موضوع كان كيش كان كيش كان كيش معمره كيحاول هو يخل بسمع على البيوت على الناس على الشارع و كان شخصية باردة و كان جميع يشاهدون خصال يعني إنسان يعني كان شماعي كان كان محب يعني معظم معظم الفنانين اللي عاشوا في الحقبة ديالو يعيشوا التهميش والإقصاء عفوان وشيء من أثقاء حيات يعني ما تسافدوش ما تسافدوش ما تسافدوش و جيل تاني كدلي تاريخ الله كان معروفة أعمال يعني الكتير ما غديش يسعن الوقت أننا نتكلمو عليها بحكم أن الأعمال اللي يعطى في المصرح هو ولا في السينما ولا في ال... كان إنسان خلوق طيب كريم عنده عنده أصدقاء عنده ميزة خاصة كان أهل لها عنده كفاء ختاما كلمة حق الراهل أنت من أبناء من طقاء والناس اللي يجاور فيه الله رحمه كان إنسان طبيعي وعطى عطى 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 تسطحيات وعطى وشاهد فيه بأنه كان الله رحمه كان زيان كان يشاهدوا بها جيران تربة كامل شو الله حظ شكرا 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 شكرا